السلام عليكم و أهلي فيكم في فيديو جديد طبعا بداية عشان ماان سبعدين تصوير حين من كاميرا الايفون 11 برو ماكس الكاميرا الأمامية بس حاط مايك برضو على فالمايك حاط خارجي لكن الكاميرا الروزولوش و كل شيء من الايفون 11 برو ماكس منتكلم لكم اليوم عن الايفونات الجديدة اللي نزلت هابل مايفون 12، 12 ميني، 12 برو، 12 برو ماكس و من المواصبات و الأشياء دي تعرف الفروقات بينها و أنت من نفسك تقرر إذا شفت مواصبات هذي تستاهل أنك تحدث لجهازك جديد أو لا أنت لتقرر فحاول أني أسير شوي ريلاكس و ما أسرع في الكلام عشان الكل يعرف رح نتكلم من البداية عن الأشياء اللي كلهم نفس الشيء و متشابهين في جميع الجهاز الجديدة و فيه اختلافات من بعضهم رح نتكلم فيهم شوي في نصف الفيديو و نعلى نهاية الفيديو رح نعلمكم أنه هذه نفس الميزة لكن هذه هنا أفضل كده فبداية نبدأ كلهم فيهم فايف جي لكن 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 الفايف جي موجود في أمريكا نسخة غير نسخ العالمية اللي في أمريكا تشوف في جهة اليمين في مكان هذا الحق المليميتر ويف هنا في أمريكا في الفايف جي الحقيقية في الجوال لكن شركات صلاة إلى الآن عندنا ما تدعمها لدينا شركة واحدة هنا اللي هي فرايزون تقريبا و برضو في منطقتي ما تدعمها حابة حابة جرتين يدعمونها قبل اختارات الفايف جي نبدأ للمية وعشرين هيرتز مانا بنتكلم عن مية وعشرين هيرتز حين نتكلم في النهاية لكن في دول العالم الثاني مثل السعودية لا لا ماكن الثاني لا فيها فايف جي اللي هو السب سكس الفايف جي اللي أعلى من الأوتي اي بشويس مش الفايف جي الحقيقي فايف جي العادي يعني فأنصحك أنك تشتري جوال الآيفونات الجديدة من دولتك نفسها عشان يكون التردد برضو يدعم جهازك عند دولة نفسها لا تشتري من أمريكا وتتوحق الأشياء هذه ما ندري الآن هل جميع الدول يشتغلون في التردد انت في الإمارات اشترى من متجر الإماراتي انت في السعودية اشترى من وزعين رسميين انت في الكويت انت في مصر في العراق في هولندا بلجيكا اشترى من دولتك نفسها احسن لك وخلاص تطلع من الأشياء هذه كلها لا تتوقع على شريتك من أمريكا راح اشترى عندك هناك لازم الشركات يدعمونها ونشوف المليميتر ويفز اللي موجود هذا راح يدعم الدولة ثانية ولا لا قبل اختارة المليميتر ويفز اللي مما قلت لكم حصلنا للأشخاص اللي يشترون الايفون مش كلهم ان يغيروا كل سنة فاوكي الفايف جي الآن مناني متحمس لها لكن بعد سنة او سنتين اشخاص الكثار اللي يستخدمون الجوال اللي يتمون 3 سنوات اربع سنوات مثل انا لو بشتري مثلا انا ما راح استعنس في الفايف جي لكن اقدر اهديل امي مثلا امي ما تغير لبعد اربع سنوات او خمس سنوات فتوقع ان تستخدم الجهاز بعد سنتين ثلاث سنوات مية بالنية وصل عندها الفايف جي يعني ان شاء الله يعني لكن هذه الاشياء نبدأ معاكم مثل ما قلت لكم كل جهزة فايف جي خلصنا من دلشي الشي ثاني الشاشة الامامية هذا الاول مرة تتكلم حتى ما قالت نيغلاس تخلط على طول قالت سيراميك شيلد اربع مرات افضل من الايفون 11 11 برو و 11 برو ماكس اللي موجد عندنا حين مع ان الايفونات ال 11 والغير هذه اللاين كامل ممتاز وقوية فهذه يقولك اربع مرات افضل سيراميك شيلد ما قلت التكلاس لاحط الفيديو ان السيراميك كيف داخل وما تشاهد في الاشياء هذين فنشوف في بديهات القادمة ونشوف كيف طيحت الايفون خصا في الشاشة الامامية كيف راح يحافظ عليه مقارنة بالايفون 11 اللي عندنا او مقارنة بالجهزة الثاني ونشوف صحيح انه قوي صحيح انه اربع مرات ولا لا وبرضو كل الايفونات الحين ال 12 كلهم OLED سيبلي في اختلاف على رزولوس ونكلش راح نتكلم فيه قدام وبرضو البازل او الحواف اللي في الجهاز بالجنب قللت منها شوي اضلا شوي اوكي لو نتكلم عن المعالج اقواش المعالج الاشياء اللي نتكلم لكم فيها حين وضوح الكاميرا واللايدار والاشياء دي كلها وسرعة الجهاز والتصوير والفيديو كلها ترى صح الكاميرات وكل شي فيه تغيير وفي العدسات النفس الفيزيك اللي نغيرين العدسات والاشياء دي لكن الاي فورتين لا يعني دور كبير في التحديث القوي اللي صاير عنده فالايفونات الجليدة عليهم معالج الاي فورتين معالج جليد احدث معالج في اجهزة الجوال بتقنية 5 نانو متر في العالم الى الان فلو بتقارن بالايفون القديم راح يعطيك 16 كور فهيكون افضل واسرع من الايفون القديم نيورو انجن وبرضو الجي بيو اسرع من الايفون القديم لايفونات اللي فنو كلها 50% والسي بيو برضو اسرع او اقوى 50% برضو طبعا فيه اشياء ثانية مثل 8.8 بليون ترانزيسترز فيه في الحماية الجليدة في 11 تريليون اوبرايشن برساكند في النيورال انجن فيه اشياء كثيرة فيها السي بيو راح يكون مثلا ستة والجي بيو اربعة فيه تحديثات قوية فاوكي شي قوي في المعالج راح نتكلم قدام كيف اي شي اقول لهم وميها في الكاميرا وكل شي لازم فيه يعني شغل في المعالجي نفسها ب brown eyes تطيب هذا ما كلمت باليفونات كلها نجي لكم الحق الديب فيوجن نتكلمنا عنها في الايفون 11 عبر لأخيرتها ومنى اخرت هبط لنزلت الليفوناتسن ال利ب فيوجن الراحت الى 10 سنة لكن نزلتها في النهاية الآن الديب فيوجن صرت افضل. جميع الكاميرا بحتي الكاميرات عimana تكميلك ديف فيوجن الاتعة والمشاكل في التصوير صار افضل انها فتحت الكاميرات صارت افضل فجميع الايفونات كلها في تحسين كبير في التصوير الليلي واشياء هذه كلها لكن في اشياء اكثر يكون في التصوير الليلي وذيه الموجودة في الايفون 11 برو ماكس والايفون 11 برو نتكلع منها قدام شوي بسبب برضو من النيورال انجين يشتغل معاك في التصوير تقدرهم تشقل النيورال انجين بنفس الجهاز ذكي والسي بي والجي بي وفي نفس الوقت كلهم يشتغلون فشي حلو وشي قوي في الجهاز برضو في التصوير اول جهاز في العالم تقدر تصور فيه Dolby Vision HDR 4K 60 فريم طبعا ايفون البرو ماكس الالابي العادي في 30 فريم لكن يتكلم عنه شوي لكن Dolby Vision في الجهاز اول مرة وتسوي edit برضو في الجهاز او ترسل حق صديقي هذا اول جهاز في العالم يستخدم تقنية Dolby Vision غير 10 bit HDR recording غير برضو 700 مليون colors فيه وفيه 60 فيه اكثر من الايفونات القديمة فاشخاص اليابون حق تصوير الايفون ايفون 11 كانوا افضل جهاز في العالم في تصوير الفيديو الان ستب رحت قدام برضو يعني اعطت الشركات الثانين يلا انتظركم قدام نشوف قدام شو يسوي طبعا الماجيك سيف نزلتها ابل ابل كان عندها من زمان الماجيك سيف لكن كان سلتها يعني كان الماجيك سيف موجود في اللابتوبات قالت لا الان ننتقل حق USB C اسرع افضل لمدرجينهم افضل بتحطونا في الايفون ولا تشلونا وتحطونا ماجيك رجعوا الماجيك سيف نفس الحركة لو نتذكر اشخاص اللي عندهم لابتوبات القديمة حق قبل فالماجيك سيف لا من الجهة هذا هو شو الحركة ان الجهاز يلصق بالماغنت يشحن و لا قدر له شخص مر او سوى شي ان شاء الله ما يتشغل كده دقس شاحن او شي ينفصل عندك نفس كده المهم الماجيك سيف نزلت نفس الحركة فحين ماجيك عندك تقدر تركبه في الايفون تقدر تشتير طبعا منفصل هذا وتركبه الشحن الويرلس يصير في ماجيك من ورا او نظر نطيس حوله هذا الشي تقدر تركب الماجيك سيف في شاحن يبعون ابر مفصول ما تكلمت ابر ولا قالت ان هذا الشاحن هو كل تي شارج لكن تي شارج يدعم نفس الايفون يدعم الى 7.5 واط لكن بالماجيك سيف ذا يدعم الى 15 واط فأفضل هذا في الشحن برضو هذه موقفت قبل على الماجيك نزلت لكم الوالت او المحفظة التي تضعها وبرضو الكفرات الخاصة في قبل الان فيها برضو ماجينت او فيها ماجينت فإذا حطيت الكفر ما رح تغطي الماجينت في الكفر برضو فيه ماجينت فتقدر تركب الماجيك سيف في نفس الكفر او انه مثلا في السيارة تضع الجهاز على الماجينت يلصق وفي شركات بتنزلك تقول لك قبل انه تدعم الماجينت هذا برضو في الشركات فطريقة جديدة وابل نزل اكسسوري كثيرا حسنا نتكلم لكم حين عن الليفونات ومقارنة بينهم كلهم نبدأ لكم من الميني 12 12 برو 12 برو 12 برو ماكس من اليسار ليفون ميني فيه لون ازرق فيه الاخضر فيه الاحمر فيه الابيض وفيه الاسود نفسه نفس ال 12 العادي 12 برو فيه الازرق المحيطي بسمته أبل بس فيك بلو وفيه الذهبي الذهبي حلو ما تكيف جاي لنا وفيه العادي الرمادي أو الاسود القامل الاسود اللي جاي مع الرصاصي والابيض نجي لحق الاحجام الاحجام في الايفون 12 بني ما انصح اي شخص يشتريه للشخص اللي ما يستخدم انترنت كثير اللي ما يلعب كثير الشخص اللي يفتح الجوال تكلم شخص على انترنت وطفه بس اشخاص اللي كبار في السن يمكن اشخاص اللي ما يستخدم انترنت لوقت الحاجة ويطفونه وما يستخدم انترنت كثير ولا شي فحلو الجهاز هذا فحلو المشاهد يعني مثلا في فيديو موجود موقع بل الشخص اللي ماسك للأيفون 12 بني ماسكه كذا هاذ طبعا قلاب الايفون 12 بني كذا ماسكه بالصبعين ديلي بالسبابة والابهام هذا الاس اي الاس اي الاس اي راح يكون اصغر من الاس اي كحجم لكن كشاشة اكبر من الاس اي ففايف بوينت فور في الاس ايفون 12 بني هذا الشي الاس ايفون 12 العادي نفس الاس ايفون 11 العادي 6.1 و الآن ١٠٠برو أكبر الآن من ١١١٠٠ رو ٦.٢٠ لنفس الحجم ١٠٠٠ العادي و ال١٠٠٠% ١٠٠٠ برو مكصر أكبر من ١٠٠٠ برو الغديم لو نتكلم لكم عن الكاميرات من ١٠٠٠ الميني يوجد الكاميرا واسعة و كاميرا و spos كاميرا و ألترا وايد نفس ال١٠٠٠٠٠ ال١١٠٠٠٠ برو نفس الكاميرتين واسعة و واسعة جدا و يوجد التلفووتو التقريب سنتحدث عن الاختلاف بين طولفوبرو وطولفوبروماكس هناك عدسين تقريب لكن هناك اختلاف أيضا و هناك عدسة رابعة اللايدار اللايدار سنتحدث عنها سنتحدث عنها نأتي لتسجيل دولبي فيجن دولبي فيجن فيهم كلهم موجود لكن في الايفونات البرو خذوا السبع على دولبي فيجن في الايفونات العادية يسجل لك اج دي ار مع دولبي فيجن لغاية 30 اطار في الثانية طولفو بني وطولف العاد لطولفوبرو وطولفوبروماكس لا يصور لك الى 60 اطار في الثانية فهذا الأشياء و اتمنى ان اي شخص يحاول ان يشتري جواله من الجوالات لديك قرية و يسجل معي حب حب أسف إذا كان الفيديو طويل المهم نكمل اللايدار اللايدار سنتحدث عن الفيديوهات و كيف المبروف في اللايدار في شيء قوي في اللايدار مبروف لحق تسوير الليلي اللي هو الاوتوفوكس و برضو لحق مثلا العزل باللايدار شيء قوي الاوتوفوكس صار بست مرات او اكثر برضو افضل من اللايفونات القديمة كلها بسبب اللايدار طبعا في اشياء ثانية على الار نتكلم لكم عن استخدام الجهاز كبداية الجهاز يعطيك ليفون 12 ميني 15 ساعة في استخدام الفيديو ليفون 12 العادي يعطيك 17 ساعة في استخدام الفيديو طبعا فيه 5G وهذا اللي نزول من ليفون 11 العادي كان سلنا راحة تعطيك 18 ساعة الآن 17 ساعة بس صح لكن برضو في 5G شيء قوي 5G اللي فيه ابل هذا الشيء الجميل ما هو انك بس تشقل 5G خلاص جهازك تشقل 5G و يحرق الجهاز و تخلص بطارية لا مثلا انا عندي هنا 5G ما استخدمتها جالس ادردش مع الواتساب الجهاز يدري ذاكي يقول لك انت لا يحتاج انترونت قوي ليش اشقلك 5G و يسرب بطارية و كل شيء اذا جيت بحمل شيء يدري ان اوه يريد انترونت قوي فالحركة الذكية توقع ان الشركات الثانية لازم تسويها اما ليفون 12 برو 17 ساعة يعطيك 20 ساعة الفيس اي دي كلهم عليه قبل ما تكلمت عن الفيس اي دي ما تكلمت ان اي تحسين الفيس اي دي ممكن رح يكون اسرع لكن تلاحظ السرعة الزايدة هي ما يحتاج ان تقيل الفيس اي دي يكفي المعالج يعطيك تحسين وسرعة في الشيء اذا كنت تدقي على هذا الشيء مغاومة الماء والقبار كلهم لعمق 6 متر 30 دقيقة في الماء نجي الذاكرة الذاكرة في اختلاف الايفون 12 mini و العادي 64 228-250 الايفون 12 Pro Max يبدأ من 128-250 512 نفس السعار الغديمة كانت تبدأ من 64 حين يبدأ من 128 فحركة حلوة نابل يعني عرضك ساعة اكثر من 64 بدالها الى 128 لو بتكلم عن الوضوح ما رح اقول لكم 1080 ما رح ادري شنه الكذابة بكسل لحق 476 1080 الى 12 العادي الى 6 باصلا واحد رح يكون 460 كذابة بكسل و الرزولة حق الشاشة 1170 ففوق ال full HD بشوي برضه الى 12 Pro Pro نفس الوضوح نفس الوضوح 460 كذابة بكسل و الرزولة نقل 1170 اما الى 12 Pro Max الى 458 اللى هو كتابة الوضوح و الرزولة حق الشاشة 1284 والماني لو نيجي لحق الحد الاقصى للسطوع هاد الاشياء الاختلافات فيها الى 12 العادي والى 12 mini السطوع لحق يعني مدن ما تشقل فيديو و HDR او لا شي يوصل لحق 625 نتس اما السطوع مع وضوح HDR اللى بتشقله يوصل حق 1200 نتس فالرضاء الخارجية رح يكون ممتازة مع HDR ارجى تشاعة شي اما الى 12 Pro و 12 Pro Max في مشاهلات العادية في الشارع مثلا يوصل حق 800 نتس اما الى HDR يوصل حق 1200 نتس نفس الحركة فالاضاءة يكون كويس في الاضاءة الخارجية اذا كان عليك HDR اما بدون HDR الى 12 Pro يكون افضل الكاميرات مثل ما قلتكم في الى 12 mini كاميرا واسعة وكاميرا واسعة للقاية نفس الى 12 Pro اما الى 12 Pro و 12 Pro Max كاميرا واسعة كاميرا واسعة جدا وكاميرا تقيب المسافة الى 12 Pro الى 12 Pro Max الى 12 Pro Max الى 12 Pro Max اما الى 12 Pro Max لا لا توجد 2x لا لا توجد 2x لا لا توجد 2x لا لا توجد 2x لا توجد 2x بدون فقد معلومات او بدون فقد اي نفس الشاشة او في الصورة لا 2.5 الى 12 Pro Max المهم طبعا تصوير البورتريب النمط الليلي بسبب ان لدينا الى 12 Pro Max الى 12 Pro Max في الكاميرا الامامية طبعا في فرق بين الديب فيوجين نتكلمنا لكم عنها تكلمنا لكم السن الراحة وكيف تاخد الـ HDR وتاخد التصوير العادي والكاميرتين وتاخد وكل شيء تجمعهم لك مع 10 bit فتجمعهم لك في الصورة واحدة كانت اول في الايفون 11 Pro 11 Pro Max وال11 الكاميرا خلفية واحدة الان فيهم كلهم ثلاث كاميرات في الخلف والكاميرا الامامية كلهم تقلسوا لك في الديب فيوجين هنا لا نتكلم عن دولبي فيجين التغنيات الثانية اللي يحبون التصوير ربما التصوير يعرفون دي الشيء نتكلم عن تشغيل الصوت يدعمون كلهم دولبي أتومس كلهم وكلهم يدعمون تشغيل الصوت المكاني القامر سمتها بالعربي هنا كيف يشتغل الصوت عندهم في جميع الجهات تشغيل الفيديو يدعمون كلهم HLG HDR10 دولبي فيجين رجعنا لكم مرة ثانية والHDR العادي الطاقة ماكسيف حركة الماقنت والقطعة الخارجية تشتريها لتركب لك الماكسيف ما تجي معك في الجهاز وفيه T-Charging الشحن الوائرلس العادي قاعد أدور شحن الوائرلس عادي في شحن الوائرلس هناك تحط جهازك تشتغل ضفة تحط جهازك هيك تسكر عليه ولع قاعد يشحن هذا الحركة قبل جرس الدق على ما يتوقع سنة جاي السنة بعدها خلاصة كل سنة لا تدخل الشاحن أبدا من الجهاز اللي فونات كلهم يدعمون لك الشحن السريع 20 مواط إذا كانت شاري أو محول عندك من اللي فونات أو اللي بارات الغديمة أو الايباد اير راح يجي مع الشاحن 20 مواط تقدر تشحن الى 50% في نص ساعة هذا الشيء الجديد في الجهاز اللي يدعم لك 20 مواط أو تقدر تشري من فصل يعني إذا تشتري جهاز بـ 600 بـ 700 بـ 800 بـ 1100 بـ 120 دولار الشاحن بـ 19 دولار تريد تشتريه ما تريد تشتريه ما يحتاج تقدر تشحن بالـ Wireless قبل تنسلت هذا الشيء تقول لك الحفاظ على البيئة أو الأشياء دي أوكي أنا لو أني معرف قبل من زمان ما راح أقول لك لا ما راح تتكلم عن حفاظ البيئة لكن أذكر قبل قدر نقول من 2010 تغريبا كل ما يتكلمون في المؤتمر يقولون وقل لك أوه عدلنا كده في الكرتون وهذا كده الأشياء دي حفظنا على البيئة وصلنا 60% وحين وصلنا إلى 100% والسنة راحة 90% قبل من زمان قبل 10 سنواته كل مؤتمرات تتكلم عن حفاظ البيئة فأوكي وصلت إلى 50 فأبل حسنة قالت أوكي خلنا نضربع صفرين بحجر واحد نقول حفاظ عن البيئة الآن ونزد لحق الناس أن يستخدمون T-Charge الويررس العادي أو ماكسيف يشترونا فعلشان نتحول الآن نفصل الشاحن ونشي المدخل الشاحن ونكمل عندها محجتين من الجهتين يعني تقول لك حين لا أحافظ على البيئة ولا تشتخدم تخدم الويرلس اللي عندك أو لها جهاز غديمة بعد سنة سريدة تقول لك تحتاج مدخل الشاحن تشتخدم الويرلس أنت خلي نكنسل الشاحن كامل نفصل المدخل كده يعني تبعت مهد لو نتكلم لكم عن الأشياء الاختلاف الآن شويل في المستعشرات اللايدار موجود في البرو نسخ البرو بس الجيرسكوب ثلاثة المحاور كلهم موجود مقياس التسارع موجود مستشهر التقارب موجود مستشهر بيضاء المحيطة موجود كلهم مقياس الضغط الجوي كلهم موجود الشرائح يدعمون كلهم الإسم أو الشريح العادية يدركب شريح عادية وإسم في نفس الوقت في الجهاز ويدعم له في الجهاز يدعمون لك مدخل الشاحن اللايتنج إذا كنت تجحن قديم اللايتنج توقع لكل يعرفك على دور اللايتنج اللي يجي في العلبة بدل ما قلت لكم الايفون وسلك بس من يوسبي تايب سي إلى اللايتنج والأوراق بس اللي جمعك في الجهاز بس يمكن استكارات المبدالي يحطون لك أبا اللوغو إلى الآن مادرين هذه الأشياء العلبة صارت نحيفة مرة أشخاص اللي شارؤون لساعة أبرا الجديدة يعرفون الفرق بين الساعة أبرا إذا عندهم ساعة قديمة برضو حجم العلبة يعني كانت الساعة الجديدة هذي كبرها كده تقريبا العلبة حجمها القديمة كانت هذي كبرها ففي فرق كبير في العلبة شي اللي يفيد لنا احنا يفيد أول حاجة توفير كميات راح تكون انفضل يعني مثلا إذا أبل تشحن للسعودية مثلا نحين مئة ألف آيفون وهذا الكميات اللي يقدروا يوصلونها بالطيارات مثلا طيارتين أو ثلاث طيارات ولا أربع طيارات ولا عشر طيارات رايحين للسعودية الآن بدل المئة ألف تقدر تشحن أبل مثلا مئتين ألف أو ثلاثمئة ألف لأن أبل حتى تقدر تحط في السيارات حقينها في الشحن الأشياء العلبة من أنها كانت كده فالآن صارت كده فتقدر تحط ثلاث آيفونات بدل آيفون واحد من سنة اللي راحة لحق الشحن في أشياء ثاني برضو الشحن الطيران أشياء كثيرة المتاجر عندها فهذا يدفع شيء لكن للأسف عندنا حين كورونا إن شاء الله يتوفر عندك هذي كل شيء وأتمنى أنكم فهمتوا شف الفرغات بين الآيفونات كلها شين هالفرغات قلوا لي شين هين كاميرات تحب تصوير اشترك آيفون جديد ما تحب تصوير خلق على آيفونك تستخدمات ممتاز تصويرك في آيفون لعندك خلص خلق عليه لش تصري جديد تبي 5G دولتك تدعم 5G عندك 5G روح لحق الإيفون الجديد ما عندك 5G في دولتك ولا شيء ألعاب اللى عندك ما اللاعب الثاني يلاعبونها ببجي لا كلهم ممتاز وشي قال فيهم بالراحة لقيت وولف يدعم لك بابجي على فوركي على كل شي لا تروح لقى ليفون 12 والاشياء ذي ليفون تن استر يدعم بابجي ومرتاحه بكل شيء على فوركي على الوضوح لا تروح لقى ليفون 12 علشان بس بابجي ما رحت في شيء صح المعالج هنا أقوى من المعالج ليفون 13 لكن وين البرامج الآن وين الفيديوهات أو وين الأشياء اللي تدعم للشيء ما فيه ما فيه ألعاب انتظر ستة شهور انتظر سنة إذا وصلوا لحق ذي الشيء بعدين نشوفه يعني فلنك تشتري الجهاز علشان بس ألعاب أو قوة لا ترى الايفون اللي عندك الايفون 11 وأخوانه وايفون 10 اس وأخوانه مع التنار مرتاحين في الألعاب ما فيهم شيء عارف نفيه طولت عليكم متكلمت لكم كثير بودقولني دفعت عن أبل شوف البادلة خلاص شوف البادلة شنهي ما يحتاج ما تبيني دفع عن أبل روحك قناة ثانية ما تدفع عن أبل وروح هناك تسد فيها وأنا حط لي الرابط وأنا راح أشجع كيف سوي لك حين القانون حق أبل متكلم عن أبل أشياء مش كويسة نقدر نتكلم عنها عادي أقول رائي يعني مثل 120 هيرتز ما قلت عنها أبل ليش يا أبل ما حطت 120 هيرتز أنا بالنسبلية استهدم للأيباد برو من أول ما نزل من أبل ما نزل ما في 120 صح ثاني نسخة ضربة نزله 120 هيرتز وكانت واوي يعني ترى الأيباد من أوائل لجهزة اللي نزلت فيه 120 هيرتز قبل الجوالات الأمدرويد موجود فيها استخدمتها واو صح الآن استخدم لأيباد 8 جنريشن ما في 120 ما أنا من النوع اللي أدقق على 120 ما دقق عليها أنا من النوع اللي عادي عندي 120 هيرتز أتمنيت أن يكون موجودة الآن لكن انتفكر فيه إذا كان عندك 5G أنا بالنسبلي له 5G ولا 120 هيرتز لو أخير بالثنتين راح أجواب عليكم جوابين إذا اخترت واحدة يتم السعر نفسه راح أقول لكم كن 120 يمكن 5G ما راح تستفيد منه هنا لكن أبل لازم تدف على 5G لازم تنزل أبل 5G يعني صدقني لو نزلت أبل 5G السنة راحة كانت تغطية تحين أفضل أبل تقود مش بس الشركات التغنية والشركات اللي تحبها في الجوالات لا حتى شركات صلاة أبل تدفها قدام صدقني 5G إذا نزل في الآيفون في شركات الآن تبدأ تدعم 5G أو تحط في اعتبار أن لا الآن لازم ندعم 5G أبل كان من زمن عشان تدف التغنية موجودة الـ 120Hz تقدر تنزلها حتى بتحرية لكن لا تمناها أبل تسويها بتحرق البطارية فأبل دزلت في 5G عشان بس إن الشركات توريهم إن شاء الله سنة القادمة ينزل في 120Hz هذا الشيء أما إذا كنت مخير الخيار الثاني إنني أقدر أقول حق الشركة لا تحطينهم بثنينهم ورخص الجهاز راح أقول لا تحطينهم بثنين من رخص الجهاز والله 120Hz إي لا لا إي نفس الشيء بالنسبة لي ففي هذه الفيديو لا تنسونا التصوير كل هذا من الأكون إلى بنو برو ماكس من الكاميرا الأمامية على 4K 60 فريم في الثانية على نسخة البيتا 14.2 البيتا الثالث باكن الصوت لا تذكروا معنا الصوت لأنني أضعنا مايك خارجي أقدر أرفع قوة الحساسية مثلا يمكن ما تصرعوني كويس الآن أقدر أنا في عددات في الجهاز في البرنامج نفس الحق المايك نفسه أقدر أرفع الصوت وقلل الصوت لايكة الصوت ففي هذه الفيديو لا تنسونا التشترك بغلال اشترك بحسابي سناك شات شرب يغلباتكم وعمل ليك المقطع ونشر المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني وكتب لي تحت شو الآيفون رح تشترونه إذا كتبتم معي الكلام اللي قلت لكم قبل شوي عن مواصفات الآيفون كلها هل اخترت مواصفة من مواصفات النتابية هنت فون وأي لون بس لا تنسونا الفضل دعاكم السلام عليكم